انت واحد من لعبين نادل الاهلي اللي حاول بطولات كبيرة. ما شاء الله مع جيل كبير نادل الاهلي. شاف السلسية ازاي دلوقتي مع موسيماني. بطولة دوري. بطولة كاس. بطولة الاهم هي بطولة دورة يا ابطال افريقيا. والجيل ده كمان يستحق. اللي كان اسمه يتذكر في التاريخ. ولما بنقول التاريخ يعني لازم نقول دورة يا ابطال افريقيا. بص هي طبعا اي بطولة بيحصل على نادل بطولة مهمة جدا. اه. بالنسبة لجميع النادي الاهلي. لكن افريقيا السنة دي هي مختلفة شوية. اه لعدة اسباب. الاول ان هي بقالها حوالي من سبع سنين غايب عن عن النادي الاهلي. اه. ودي ما ما حصلتش من فترة يعني انا من من بداية السنة الفين واحنا يعني يعني مكون حتى موجودين بنكسب بطولة ممكن اللي بعدها نخسرها السنة اللي بعدها لكن بنكسب البطولات. ماشي سنة ان انت وقدها من منافس التقليدي بتاعك نادل زمالك. فدي طبعا صعابة البطولة وخالة الجماهير برضو ممكن اهو مرة تحصل. يمكن اه يعني دي لها فرحة اكبر ان انت واخدها من نادل زمالك وبطولة افريقيا. طبعا. 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 فطبعا في وسط الاجواء اللي موجودة والزروف اللي كانت موجودة والمشاحنات الموجودة في الوسط الرياضي طبعا مش عايز اتكلم عنها يعني اه بالنسبة لحتى الكابتن محمود الخطيب المشاحنات الموجودة والاجرس الادارة ان انت تفوز بطولة في الوقت ده كده بتبقى حاجة كويسة جدا بتحس ان انت فعلا ده انجاز. مم. بجيحنا ايامنا كات برضو الجيل بتاعنا كات المنافسات كات قليلة شوية انك بس بنفسك نادل زمالك وشوية نادل اسماعيلي. مم. لكن دلوقتي ظهر كزا منافس ليك. سواء اه زمالك بيراميدز اللي عندها الموجودة كل عندها بقت كويسة وكل عندها بقى فيها فلوس. مم. فبقت المنافسة بقت تشارسة شوية ان انت تكسب بطولة بتحس بتطعمها.